السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم أو نقول صباح الخير كالعادة نتأخر لأن يكون لدينا ضغط شغل كبير ونخلص فأحب أن أتواصل معكم بعدما نخلص في اليوم الثالث على التوالي من الأزمة التي تشهدها مصر والعالم كله سواء من الناحية الاقتصادية أو سواء من الناحية الطبية هناك حالات كثيرة سمعنا عنها سمعنا أن الحالات موجودة في سموحة كانت موجودة في سيدي بشر كانت موجودة في أماكن كثير في اسكندرية والنهاردة سمعنا في كريم بلازا الذي حصل طبعا فإذا الموضوع ينتشر وكما قلنا قبل كده هذا الفيروس من الفيروسات التي سريعت الانتشار وانتشاره كبير جدا فإذا نتمنى ونضع الله إن شاء الله أنه يخرجنا من الأزمة نحن كسيدلية نحن نوفر كل حاجة العمل كما تكلمنا وانا النهاردة سأتكلم بس مش هطول عليكم بس في نقطتين حابب أن انا وضحهم سؤالين جولي فأنا حابب أن انا نرد على الأسئلة دي أول حاجة السؤال الأول جالي ناس كثير بتسألني حتى زمائلي يعني يقولوا لي انت وفرت كمية الكحول الكبيرة دي منين وهي نقصة وكده طبعا احنا واجهتنا مشكلة كبيرة لفترة بكل المصادر المجهولة والغير مشروعة للحصول على الكحول ودايما كنا أي عيرة بنجيبها زي ما قلنا أي حاجة بتجيلنا لازم نبعدها تتحلل عشان نتأكد أنها سليمة لأن ما ينفعش حاجة تطلع العميل من العملة بتوعنا احنا مش واسقين فيها او مش عارفين فعاليتها عاملة ازاي عشان كده انا بقول لكم زي ما قلتلكم احنا عملنا فكرة مبتقرة انا هورها لكم دلوقتي ان احنا جبنا كحول موصوق فيه وعبناه كحول موصوق فيه جاي من الشركة مباشرة وعبناه في ازايز عشان نقدر نحنا نكفي كل الطلبات اللي كانت موجودة لان كان عندنا زي ما قلتلكم طلبات كثيرة جدا فعشان بس اوضح الفكرة احنا احنا جبنا ده نوع من الانواع الكولونية انا هوضح لكم بس هي فيها كحول ان مش عارفوا بينوها لا كحول سبعين في المية اه اطلقت كده ظاهر تمام تمام موجود مكتوب تحت اهو كحول سبعين في المية تمام ده كحول سبعين في المية اللي احنا اشتغلنا به الكحول ده كحول كحول يعني كحول سبعين في المية عليه عطر لفندر لمون اي حاجة ده بتاع شركة يعني حاجة تابعة شركة فاذا حاجة مضمونة حاجة غير الحاجات اللي موجودة اللي فيها غش كبير موجود كحول فوفرنا الكحول ده والحمد لله قدرنا ان احنا نجيب كميات منه ونحنا نوزحها النهار ده السؤال التاني على البلاكونيل عشان البلاكونيل لابتدى ينقص برضه والناس كلها هبتدى انها تشتري البلاكونيل من بره وخلصوا البلاكونيل الموجود في السوق البلاكونيل ده هو مادة لها علاقة طبعا هي بتستخدر من علاج المالاريا والأرثرايتس لالتهابات المفاصلة وتشتغل على الجهاز المناعي وكلام من ده المهم اللي انا عايز اقوله لكم ان البلاكونيل يا جماعة عشان بس الناس برضو مت متبرا الاشعاعات وتمشي على طول تروح تشتري الكميات خلصت من السوق البلاكونيل بيعالج راحوا اشتروا كل الكميات اللي موجودة في السوق وخلصوها فاكرين انها حاجة وقاية البلاكونيل ليه اثار جانبية كتير جدا 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 وحاجة من الادوية التقيلة فياريت محدش يستخدم البلاكونيل الا اذا كان محتاجه محدش يستخدم البلاكونيل الا اذا كان محتاجه وتحت اشراف طبي بمعنى البلاكونيل اللي انت خليته عندك في المدة لسه لم يثبت عنه اي ده مجرد يعني تجربة اولية لسه بيتجرب والتجربة الاولية دي اثبتت ان فترة العلاج هو بيقلل فترة العلاج يعني مثلا لو انت هتتحجز في البيت لو جالك المرض وهتتحجز في البيت اربعتاشر يوم لا ده هيحجزك في البيت بس خمس ايام يعني هيقل المدة الشفاء اربعتاشر يوم عشان يتم الشفاء لا هتخليها خمس ايام لكن هو مش بيعالج الفيروس هو مش بيعالج الفيروس فقالت بلاش ننصاك ورا الشائعات ونروح نشتري وفيه ناس بتاخده كوقاية وهو ليه اثار جانبية كتير جدا فما يفعش الكلام ده وكمان ما يفعش تاخده الى تحت اشراف طبي لان لسه مش معروف اثاره وتفاعلاته فما ينفعش ان انت تروح من مجرد ان انت تسمع حاجة تروح ورا الاشعاعات اللي موجودة انا كنت حابة يوضح النقطتين دول لان الناس بتسألنا انتوا جبتوا كحول منين وهلكم حلو ده موصوق ولا انا قلتلك قبل كده هلازم نتأكد من الحاجة اللي بتطلع عندناها موصوق فيها النقطة التانية والاجابة التانية هي بخصوص البلاكونيل عشان طبعا الناس كلها بقى بتشتري بلاكونيل بالعبط يعني فانا حابت اوضح المعلومة دي عشان تبقى الناس عرفاها شكرا على متابعتكو وضمتم في صحة ويا رب بكرة احسن من النهاردة ونسبع اخبار كويسة وان شاء الله كل يوم هيبقى احسن من اليوم اللي قابله بازن الله الصبر اهتموا بمناعتكو بلاش تسمعوا الاخبار اللي بتكذب بلاش تقلقوا زيادة زي ما قلتلكو اهتموا بنفسكو كل واحد يقفل على نفسه ويهتم بنفسه وان شاء الله اللي جاي خير 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 بازن الله ان شاء الله سلام عليكم تصبح على خير اشتركوا في القناة